أبو سجاد أتى من الناصرية هو وعائلته وعوائل أخرى هربا من البطالة وبحثا عن فرصة عمل فوجد ظلته عند أحد مربي الأسماك في وسط لكنه الآن مهدد بتسريحه من عمله بعد خسارة أصحاب العمل في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة والإهمال الحكومي لهم والله إحنا نشتغل جينا مجموعة من الناصرية هنا نشتغل عدب البحيرات بس البحيرات محتمل يبط البحيرات لأن الأسعار غلط تراكم السعر الينا مال العلاف جاي بيع الكيلو بسبعة سوما جاي يصرف له فهي المسألة إحنا لحد الآن راح كلها تروح هاي شواب إحنا مجموعة شبيرة نرجع الناصرية يابا العلاف غالي وعايشين على الله وعلاف وصلاح والبحيرات راح يبسها والعلاف مليون وربع وإحنا هاي يأتي بالناصرية والروح يكتلنا الجوع وين الروح وين الروح وين الروح نجدي وروح نبوك عشتنا وين ننطيه عتى الله ما يقوله مربو الأسماك في واسط عللوا سبب خسارتهم وارتفاع أسعار الأسماك إلى ترد الواقع الزراعي في المحافظة وعدم دعم الحكومة للفلاح ما حدا بهم إلى استيراد الأعلاف الإيرانية التي وصل سعر الطن منها إلى قرابة المليون دينار اليوم أسعار الأسماك 7000 دينار تشانت ب5000 اليوم 7000 دينار بينما طن العلف من 400 إلى مليون ومئتيين يعني طن العلف زاد الثلاثة ضعاف فهذا ب7000 دينار يخسر المربي مربو الأسماك يخسر مربو الدواجن يخسر الفلاح جاي يخسر إحنا ما عندنا أي مشكلة المشكلة الوحيدة الدولة الدولة اليوم تشتغل ضدنا الدولة اليوم أشد من داعش على المواطنين هي شاكل بلاس عارمات سمش يعني تشان السمش باربعة ونص و باربعة انبيع خمسة وخمسة ونص بس هسه صعد صار ستة ونص قبل انبيع سبعة يعني هو السوك منك غالي صار هنا وعدنا شكلات بالشغل صار شغلة قليل يعني ما بير ربح ربح دينا ثروات كبيرة في هذا البلد قد تضاهي النفط وفرص استثمارية كثيرة توفر فرص عمل للعاطلين الا ان استمرار الاهمال الحكومي وفتح الاستيراد سيذهب بها اذراج الرياحي في السنوات القادمة من قضاء الصوير محمد الامارة دجلة